أهلاً بكم تعرفين أن أنا بحب التاريخ من أول تاريخي القديم قوي أنه الفراع نعم أول ناس عملوا فرشات السنان ويقال نعم أول ناس عملوا مع أجون سنان وأول ناس عملوا زراع السنان كمان لغاية لما بدأت الزراعة الحديثة الحقيقة في 1965 التاريخ ده في عالم الزراع مهم جداً لأنه رجل اسمه جوستا لارثين جوستا لارثين ده ده متطوع سويدي تطوع لدكتور اسمه انغفار براني مارك دكتور أو بروفيسير انغفار ده رجل فكر في فكرة جديدة جداً في الوقت ده انه يحط تايتانيوم سلسلة من قطع التايتانيوم في لسة أو تحت لسة لارثين عشان يزرع فيها السنان ومن هنا كان المريض اللارثين ده كان عنده مشكلة في خلقية في السنانه فتزرعت له السنان بالتايتانيوم ده وقعدت فيها في سنانه تايتانيوم لمدة أربعين سنة وفي 2006 اللي هو بعد الزراع باربعين سنة تقريباً بعد ما وفات لارثين لما طلعوا قطع تايتانيوم التعوضية اللي موجودة بالزراعات اكدوا انها سليمة ونفاش اي شوائب ونفاش اي حاجة خالص وبدأت من ستينات الزراع وفكرة ان احنا نحط التايتانيوم ده فكرة ثابتة من ذلك التوقيت وبقى خلاص عارفين كلنا انه التايتانيوم دي مادة خاملة استفاد منها العلماء انه العظم بيتكون حوليها وبيبقى هي والعظم شيء واحد ودي فكرة الزراع الأساسية التاريخ دوت يخلينا نقف قدام الزراع الحديثة ونقول ان الزراع الحديثة صريحة فيها تطوير كبير لكن هو مبني على فكرة طبية من سنة 1965 النهاردة هنتكلم عن الزراع بتفصيل ضيف العزيز الذي يسعدني وجوده معنا دائما وبيبدع في حواره دائما صاحب الحضور الرائع جدا أستاذ الدكتور كريم مكادي استشاري زراعة وتجميل الفم والأسنان صاحب زمالة الكلية كلية الجراحين الملكية وعضو كونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان ضيف العزيز اهلا بك دكتور اهلا يا دكتور عزيز حضرتك حامل ايه وحضرتك حشني جدا أخبرك ايه التاريخ قديم تاريخ قديم بس على طول فيه تطور اكتشاف ان التايتنيوم اصلا من قبل حتى ما نجربه في الأسنان ان التايتنيوم بيبني او بيسحب بيبعمل زي المغناطيس اللي بيسحب العظم عشان يبني فيه ده وصلنا النهاردة ان احنا نقدر نقول جملة مهمة جدا ان من حق اي حد في الدنيا انه يفضل بسنينه لحد اخر يوم في عمره واحنا نقدر نوصله لده كل شوية الدنيا بتطور عشان تسهل لنا القصة ديه زمان كنا بنعمل فتح وكان ديزاين السرعات نفسها كان يعني مش كونيكل زي موجود دلوقتي او مش دائري زي دلوقتي كانت الاول بتبعمل حاجة زي السكينة بتخش جوا العظم وكنا بنفتح عملية كبيرة ونثبتها بمصامير مش عارف ازاي والكلام ده كله لكن دلوقتي بقت ان احنا بنحط الزراعية في جلسة واحدة بدون ما نفتح فتح خالص تمام كلها نقطة عبارة عن ميلي وبتنجح وبيقدر يأكل المريض على اسنانه او خلينا نقول الفاقد الاسنان بلاش المريض ان هو مش مريض هو فاقد اسنان يقدر يأكل عليها بقيت حياته كلها بطريقة كويسة جدا ويأكل عليها قصب كمان الحالة الامسة لتعاود السنان الزراعه ولا البريتش؟ طبعا طبعا خليبلك يا دكتور مفيش حاجة بتعاود الاسنان بتاعت ربنا يعني ما نقداش لما نبرد السنة بتاعت ربنا الطبيعية احنا كده احنا ضعفناها ودينا فرص كبيرة ان يحصل فيها مشاكل وبعدين لما السنة بتدخلها اللي بيحافظ على حجم العظم اصلا هي السن اللي جوه بيبدأ العظم يكش فيبدأ يعمل تسريبات تحت التركيبة اللي يبوز السنة التانية عشان كده بيقولك انا كنت اعمل تركيبة والسنة جرت التانية في التالتة في الرابعة لحد ما فقط اسنانه كلها في وقت صغير زي ما احنا شايفين دول ثلاث زراعات دول كلهم متوازين من بعضهم كويس جدا هيقدر يأكل عليه كل اللي هو عايزه من غير ولا سنة طبيعية هو ما عندهش دولوقتي ولا سنة طبيعية تلت مصامير دول اتحطوا دي زرعات فورية دي تحطت وتحملت في نفس الجلسة بس ده يتطلب ان هو يكون صحته كويسة يكون عنده عظم كويس تكون زرعات ليها معالجة سطح وليها عالي جدا عشان خاطر تديني الاستابلتي او السابات الاولي اللي بيخليها تفضل ثابتة وميحصلش فيها مشاكل بعد كده خالص فدي من الحالات اللي احنا بنقول فيها ده هنا مثلا دي زرعية لسنة واحدة تعويض سنة واحدة انا ابرد السنة اللي في النص الناحية التانية والناب عشان اعوض السنة الرقم اثنين لا طبعا دي سنان ربنا احنا عايزين نرجع لللي احنا خسرناه سواء باهمالنا او مشكلة تانية حصلت اكسيدانت لي او عن طريق الخطأ بالزبط كده فاحنا هنا حطينا الزرعية دي زرعية برضو فورية ان احنا بنعمل حاجة اسمها بنبدأ نرسم اللاسة حوالين الزرعية عشان لما السنة تطلع في الاخر نقدر نقول ان مش باين خالص ان هو معوض السنة المفقودة دي باي تركيبات او اي زرعات فهو دي دي كده حتة كده زيادة عشان نقول ان احنا بنرسم اللاسة عشان خاطر تطلع تدينا طبيعية اكتر احنا بندور على ايه؟ بندور على فانكشن وظيفة بنقدر ناكل نقدر نعيش بأسنان كويس قوي وبندور على جمال ان شكلها يبقى طبيعي او الاقرب للطبيعي الراجل ده قعد من غير اسنان فترة طويلة كان عنده مشاكل فيه دمور في العض ايدينا نعيج ده بالزراع ودلوقتي هو عنده الاسنان اللي تحت دي اهم من العمل ظبط العمل الاجراءات اللي بتتعامل قبل الاجراءات مهمة قوي في الزراع طبعا قبل اي حاجة اول ما المريض بيقضوا قدامي او اللي هو صاحب الاسنان المفقودة بلاش نقول مريض لان هو صاحب اسنان المفقودة بنبدأ نتكلم معي ان ناخد الميديكال هستوري بتاعته هل عنده اي مشاكل صحية هل ضغط سكر القلب كل ده احنا بنتعامل معي يعني ينفعله زراعة برضه بس لو السكر طب السكر تراكمي بتاعك كم ونبدأ نشوف له هو عالي شوية ننزله لحد ما نقدر نحط له الزراعات الزراعات دلوقتي بتقدر تقف تقف قدام التغيرات بتاعت السكر اللي هي بتحصل اكسيدانت ليه بس ما يبقاش حياته ان انا سكري 300 و 400 والتراكمي بتاعي 10 و 11 و كم ده كلهم مش ستقدر تقف قدامها لكن نقدر ان هو مثلا لو هو عند الثمانية تمانية و شوية نقدر نزرع له الزراعية تحت التسعة يعني تمام وتفضل قاعدة معيه وتستحمل ان هو مع شوية زعل مع اي حاجة طلعت ومتنزله لي مرة تاني هنا احنا بنعمل على الأشعة المقطعية اكمل لحضرتك بس ايه اللي احنا بنعمله في الاول لازم نكشف تلينيك اللي نشوف الوضع جوه وعمل ازاي ايه الاسنان الموجودة والاسنان المفقودة وفيها اي تلخلخ او اي حاجة بعد كده بنعمل حاجة اسمها الأشعة المقطعية سلوسية الابعاد ايه الأشعة المقطعية سلوسية الابعاد كروس ساكشن زي كده هو نقدر ناخد اطعاط من الجنب ده للجنب ده من تحت الفوق او فوق لتحت وبعد كده بنحدد هنزرع ازاي زي الصورة اللي فاتت في الصورة دي احنا واحنا بنعمل الاساسمنت ده في الأشعة المقطعية الصورة اللي فوق باين فيها دايرة سودة تحت الامف جنب الكروس الاصفر وتحت الدايرة السودة دي راحت وبيتلونها ابيض حالك شايفها؟ ده كان كيس دهني نتيجة علاج عصب قدين في السنة بقاله فترة المريض كان بيشترك ان السنة بتتلاخلخ بدأ يطلع افرازات من اللاسة حوالين السنة فاحنا شلنا السنة اللي بتتلاخلخ نضفنا الكيس الدهني حطينا بداله عظم استنينا شوية عشان نقدر نركب في الزراعية بتاعته في حالات بنقدر نزرع في نفس الوقت يعني ايه بنقدر كيس دهني لو حجمه صغير شوية وفي حتة عظم تدينا سبات اولي هنقدر نعمل ده في الحالة دي دي كان عنده مشكلة ان كانت اللف كتير قال له احنا مش هينفع نزرع لك فوق كان عنده الجيوب الأنفية نزلة مفيش عضنا فوق الصورة الاولينية فوق دي بعد زراعة الجيوب الأنفية تحت دي بعد وضع الزراعات كلها بتاعت الفم وبعد كده بقى بقى سنين كل دي التجهيزات اجراءات قبل الزراعات ما عايش بدون اعطي كلام حضرتك هنا انا بتكلم عن احنا ده كترة بنتعامل في الدم وعايزين حاجة تنجح اي انفكشن في المكان وده في ناس كتير مش بتتابعوا اي عدوة في المكان اي اللي تهتمام بالنظافة بزبط هتقدي الى فشل الكلام ده هنا احنا ملبسين المريض ده جون مخصوص للمريض ده كترة لابسة جون دي بتتريمي سنجل يوز لابسين اوفر هادز عشان خاطر ماينزلش شعراية زيارة جوه الجرح تباوز لنا الدنيا فاهم حاجة في الدنيا هي الانفكشن كنترول وده في كل التخصصات الطبية مش عندنا بس يوم ما تخش عيادة تلاقيها مش نضيفة او مش واخد كل الاحتياطات بتاعت الانفكشن كنترول اللي هي العالمية اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف ده مكان ما تقدرش توسك فيه في الزراعة بالذات لانه ان حتى عندك مادة يعني معدنية فلو جاء عليها انفكشن هو مش وصلها دم فمش يعرف المناعة ونبدأ نقول يا ترى ما مسكتش ليه ويبدأ يحصل بس ونقول يا ترى جايله صديد ليه ويا ترى يا ترى يا ترى يا ترى وهو الموضوع بسيط جدا هو كان لو فيه انفكشن كنترول عليه شوية كانت لم اكيد من سنة 1965 من ايام الاخ اسمه صعب خالص لغاية دلوقتي يعني فيه اساليب حديثة دلوقتي يعني في 2021 و22 احنا نتكلم على اساليب متطورة ايه هي الاحدث زمان كانوا بيستخدموا الشيزل والملت عشان بيدأدقوا في العظم عشان يركبوا الزراعية مثلا ويفتحوا فاتحة وعملية كبيرة وقاعدين دلوقتي احنا بقينا بنعملها ميلي صغير بنيقدر نشتغل منه كل حاجة دي مثلا في الزراعة عشان نرفع الجيوب الأنفية بقينا نقدر نعمل حاجة اسمها كلوس ساينوس لافتنج انها نرفع الجيوب الأنفية من غير ما نفتح برضو دي من الحاجات اللي اتطورت جامد قوي معالجة السطح نفسها بتاعت الزراعية اللي هي ساعدت على ان الزراعية تمسك احسن دا ايش رح لي قال ايه معالجة السطح معالجة السطح بعدما زراعية هو تايتانيوم جسم تايتانيوم انا موافق اكام ده بيبدأوا يخش الاول مرحلة يتعملوا زي بورز او يعملوا تعريك صغيرة عشان يعشق فيها العظم دي في سطح الزراع في سطح بتاع الزراعية نفسه وبعد كده اتعرض لجاما ريس جاما ريس دي بتزود او بتحفز المعدن ان هو يسحب الكالسيوم عشان خاطر يبني العظم فوقيه كل دي التطورات قدت الى نجاح الزراعية التكنيكس انا هنا تكنيك الاول اللي هو بتاع ان احن نفتح ميلي سواء عن طريق الليزر او سواء عن حاجة اسمها punch يعان زي الخرومة كده بتفتح لي الميلي ده بس واشتغل منه كل حاجة في حاجة اسمها الPRP والPRF استخدام البلازمة بنطلع منها الPRP والPRF اللي هي غنية بعناصر النموة والشفاء اللي هي بتقدي ان الزراعية تمسك بشكل احسن ودي خصوصا بنستخدمها لو احنا هنزرع كمية عظم كبيرة هنا طبعا ده احنا هنا بنبين عدد الزراعيات احنا حطينا له هنا ست زراعيات فوق وست زراعيات تحت فكه وكان محتاج ست زراعيات فوق وست زراعيات تحت عشان نركب له تركيباته الكاملة ويقدر يعيش بعد كده بشكل طبيعي اه روعة جدا اه كان ابيض وبعد كده عمالنا الصحراء عمالنا الصحراء كان ابيض اه اعمالية دي في ساعة الاربع في ساعة الاربع ساعة الاربع انت مش في تفتح مش تعمل حاجة تاك 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 ده بالبينك اه تاك 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 خلاص الموضوع فوق وتحت طيب دلوقتي في ناس بيحصل لهم اما انهم اخلعوا سنة او سلة بتتضمر تدريجيا ويبقى منها لاشئ وتروح وهي منها في الجزء الخلف من الفم ربما مش باينة فبيتركوها وفي ناس بتسيب السنان باينة برضو يعني للأسف ايه عواقب ان واحد يروح منه سنة وخصونا في الجزء الخلف اذا وعادت في الجزء الخلف ويقول له ايه ما ايش باينة ايش باينة انا مبقولش عليها قوي صح في ناس كتير بتجيلي كده هرباك يا دكتور ايمن دي زي الكمبلة الموقوطة السنان سبحان الله كلها في حالة حركة كل واحدة بتسند على جنبها وبتسند على القصدها لما بنشيل سنة من النص بيبدأ يحصل تغيرات في الأسنان اللي حوالينا هتلاقي السنان اللي حواليها بدأ التميل عشان تعوض الحتة الفاضية زي ما احنا شايفين دلوقتي دلوقتي احنا قادي خلعنا السنة معوضناهاش يبدأ يحصل ميل اهو العظم التاكل في النص بدأت الأسنان تميل على بعضيها والله هيبوز الأسنان دي سنة الفوق دي حصلها اوفر اروبشن ونزلت عشان تعوض القصة مسافة قفلت بس بوزت السنتين اللي جنبها والسنة اللي فويها كل ده هيبوزلي وهيخليني خسر سناني عارف الضمنة او الخيط لما يكور الضمنة اللي متوقع ورا بعضة صح بالزبط كده تبدأ تسحب ورا بعضة فجأة يلاقي نفسه بسبب سنة واحدة ما عوضهاش كرت معي اه مشكلة جبيرة ومع ان حلها ما بياخدش 3-4 دقيقة السؤال طيب ما في ناس تيجي لك تقولك انا عايزة ازراع بتعمل لها اشياء يقولك مفيش عظم هزراعلك فين مهمش عظم ده اسؤال مهم جدا وده هنا اللي بيبين لك فعلا المهارة بتاعت المكان والتكنولوجي والايد خلي بالك انا ممكن بيعاندي التكنولوجي كلها بس الايد مش 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 كويسة هو في سؤال جاي المهارة ولا التكنولوجي ده سؤال جاي اتنين مع بعض اتنين مع بعض التكنولوجي بتديني اتخلينا اشوف ماينفعش اخش قوضة ضلمة واقعد على الكرسي من غير ما اشوف الاشاعة دي مهمة جدا انا جايبها عشان هوريها شايف الخط الاصفر في الجزء اللي فوق ده عصب الفك ده inferior alvular nerve تمام ده مستوى عالي فوق فوقي ميلي عظم تحت انا حطت زراعات زراعتين في نفس مكان العصب بالزبط احنا عملنا كده ازاي في الحالات الازاي دي الراجل ده عايز ياكل ومعندوش سنينة وعندو العظم وتعاكل قدامه في كل حتة بس دي يعني انا جايبها عشان خاطر احدد النقطة دي وفوق انا زرع عظم في الجيوب الانفية برضو يعني ده العادي بس مش العادي اللي انا هتكلم فيه في عصب الفك احنا هنا فتحنا هنا كان لازم نفتح ماينفعش بالميلي فتحنا طلقنا العصب مما كانه ونقلناه في لافل تاني ويدينا نحط الزراعات بتاعتنا ونقف المرة تاني هنا لما حضرتك حد يقولك انت ماينفعش زراعه مفيش حاجة اسمها متنفعش في حاجة اسمها احنا هنا نقدر نعمل لحد فين وفيه حتة تانية احنا ممكن نعمل حتة اعلى من كده هنا انا انا شرح ده شايف اللي انا ماسكو ده هنا فيديو وانا بعمل العملية اللي انا ماسكو ده عصب الفك شايفو ايوه 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 شايفو دكتور ايمان ديش ناس كتير بتعملها بس يعني بتعمل بحرفية عالية اوي بنيوضع نعمل كده هنا كانش فيه عظم فوق خالص تمام ده اخد وقت مننا شوية لان احنا عادنا نبني في عظم الفك اخد مننا كذا شهر وبعد كده قدرنا نحط الزراعات بالمنظر الي تحت ده ودلوقتي هو بيأكل اللي هو عايزه هنا انا عايز اوري حاجة هنا ده عظم حيواني مع جزء من عظمه المريد نفسه واحنا بنفتع فتحات الزراعات بيطلع شوية عظم بنخلطهم ببعض وده بيدينا فعالية اكتر من العظم اللي احنا بنجيبه من برا البودر تمام ده بيخلي الاستيو استيجريشن بتاعته تزيد فده هنا كنا بنوري العظم بتاعنا احنا بنحطه هنا زرعين رفعين الجيوب الأنفية زي ما حضرك شايف بكميات كبيرة وزرعنا فوق وتحت دايما احنا شايفين الجزء الفؤاني ده كان لابيض ما فيوش حاجة دي زراعة عظم اللابيض ده ده عظم مزروع دي كميات عظم مزروع كبيرة عشان الخاطر نرفع بيات جيوب الأنفية ونعمل زي قاعدة او او لما تيجي ده ابني عموره مش لازم الاواعد بتاعتك تبقى كويسة احنا بنعمل الاواعد عشان نقدر نبني الامور اللي بتسامل لساوية دي برضو من الحاجات اللي في عالم التجميل يعني خلينا اقولك احنا مثلا احنا بنتكلم في الزراعة بس برضو اللي بتسامل لساوية بتفرض نفسها حتى مع الزراعة بتجميل طبعا طبعا في ناس خليليك يا دكتور ايمان ان اللي بتسامل لساوية دي بتعمل عقد لبنات كتير جدا وفيه بنات مش بقدارين بيها وفيه بنات مبدباش بقدارين بيها يعني في حد تاني قاعد بيتكلم عليها اه دي بتتبقى حبار عن ايه هي لسا مفروض اصلا في الضحكة تبقى دي ايه مفروض تبقى من زيرو لتلاتة ملك تمام اكتر من كده تسمع دحكة لساوية ليها درجات طب ايه اسبابها يا اما انا لما الشفة بتاعتي لما بضحك الشفة بتاعتي بتترفع زيادة عن اللزوم يا اما اللسا نزلة على الاسنان زيادة عن اللزوم في حالة ان هي نزلة على الاسنان زيادة عن اللزوم بتيب نعمل لها حاجة اسمها جنجيفاكتومي بنشيل جزء من اللسا بمشرة او بالليزر ونرسمها من اول وجديد ونوضح الاسنان وتبقى الدنيا زي الفل بسيطة هو كلها بسيطة دي الابسط طب لو انا الشفة بتاعتي بتطلع فوق جامد لما بضحك بنبدأ نعمل ايه بنعمل عملية صغيرة في الشفة بنغير مكان الانسارشن بتاعها بنغير مكان اللي هي طلعة منه بنخليها تقفل عند حتة اوطى شوية ففي الاخر النتيجة بتاعتنا العملية دي ما بتاخدش مننا اكتر من ربع لتالت ساعة فالاخر النتيجة بتاعتنا ان اللاسا هتبان بمقدار من الزير والتلتة ميلة وهتفرق في الشكل بنسبة 85% جماليا اكتر من الوضع اللي كان عليها طبعا طبعا بقولش ان هو كان وحش بقول ان هو هيبقى احلى بنسبة 85% الابتسامة اللي بتدي انتباع بالطفولة بتدي انتباع يعني مش مريح للايه خلينا اوريك بقى الشخصية بتكرناها اسمها ابو العريف ابو العريف ده بيفتي في الاسنان في كثير من الناس بتفتي في الاسنان وهم في الفيلد دي مشكلة تانية خالص دي مشكلة تانية خالص صراحة تعالوا نسمع ابو العريف ايه يا باشا عم سيد اخو عم راضي ابو حماد راضي وزكريا راضي راجل كبير عنده كام درس مخلوع من زمان ومصاهين عليهم راح لدكتور عاوز يزرع مكانهم الدكتور قال له ما ينفعش السكر مش مظبوط والعظم بصر ايه هنعملك خطة تانية تناسب حالتك خطة ايه يا عم سيد هو مطش المنتخب اللي يقولك هنعملك خطة مخصوص لحالتك يا عم سيد يبقى بيكبر الموضوع وهيدفعك كتير انا هوديك مركز طول السنة بيعمل اوفرز مبيقولش الحد لا على اي حاجة انت عاوزه هيعمله لك بأرخص الاسعار اي خدمة يا عم سيد هنا هو ارتكب كل الجرائب ومبدئيا انا اصلا مش جودور على ارخص ولا اعلى يعني النقطة اللي في الاخر همدور على الطب انا مش جودور يعني ده سعره كام لا الاغلى احسن ولا الارخص مطمئن مطمئن احنا ندور اللي هيقدر بضمير عالي يعملي شغلنا وانا متطمن نفسيا ان انا في ايدا امينة يعني كمان فكرة اللي يقولك المكان اللي ما يقولش الحد لا ما هو ما في الاخر انت اللي هتلبس يعني انت اللي حطيت الزراعات بتاعتك وسكارك عالي ايه اللي هيصلا في الزراعات هتقع ما هتقع في الاخر لا انا لازم اروح الدكتور اللي هو لو اخدني على قد عقلي او هو جاراني في الكلام وسمع كلامي عشان خاطر مجرد يعمل الشغلانة ده لازم تسيبه وتمشي الدكتور اللي هو يشتغل من غير اشعة تسيبه وتمشي المكان اللي مش نضيف تسيبه وتمشي الدكتور اللي هيسمع كلامك في الخطة العلاجية بتاعته يعني ايه انت بتقول انا نفسي في كذا هو بيقولك دي في الحدود الفلانية يعني انا لازم اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو الخطة دي تغيرت عشان طلب منك ده تسيبه وتمشي يبقى معنى كده ان انا ممكن اغير كلامي على حسب الديل لا احنا لازم نبعد ده مش بزنس ده طب احنا محتاجين نروح لحد نبقى واسقين ان هو يوصلنا الاحسن نتيجة باحسن خطة علاجية دون تدخل اي بزنس في الموضوع لان احنا مش تجار احنا ده كثرة في الاخر تنورت شكرا للطلاق الحوار معك دائما له متعة خاصة جدا في الشرح والتفصيل ضيخ العزيز واحد من نجوم عالم الاسنان المثير جدا استشاري زراعة الاسنان وتجميل الفم والاسنان وزميل كلية الكراحين الملكية واضل كونجلس الامريكي لزراعة الاسنان كان في الناس الحل وغلق احنل منكم شكرا لكم حالك والعيض